طيب أنا عايز أعرف مع حضرتك أستاذ يوسف على النقطة دي أهم حاجة كمان اتفضل تفضل لا أهم حاجة كمان أن البنت اللي بتسافر لازم عندها معلومات كافية عن بلدها يعني بتروح لها في الآخر بتمثل مصر وبتبقى سفيرة لمصر في مسابقة فيها أكتر من 90 دولة فمهم جدا أن هي تبقى عندها يعني وجهة نظر وعندها ثقافة ومعلومات عن بلدها ده غير أن طبعا بيقى فيه مسابقة مخصوص للزي الوطني فبرضو دي بتقى حاجة بتبين التراث والتاريخ بتاع الدولة طيب بس أستاذ يوسف أنا عايز أتكلم مع حضرتك على نقطة أصحاب الجمال المختلف حضرتك في بداية كلامك قلت دي مسابقات همشية بتتعامل كنوع من الدعم لهؤلاء كما لو كان هؤلاء دول عندهم مشكلة يعني بيعانوا من مشكلة وإحنا محتاجين ندعمهم هي لو وزناها زايد تبقى مشكلة يا أستاذ يوسف هي لو سنها كبير تبقى مشكلة محتاجة دعم هي لو يعني حاجة يعني القصيرة هي عندها أنا واحدة من القصيرين هلآن عندي مشكلة محتاجة دعم مثلا والناس تقف جمبي ليه ليه فيه تنميط في شكل الجمال أنه لازم تكون رفيعة الرفع ده طويلة الطول ده يعني الجسم عامل كذا والبشرة عاملة كذا ليه تنميط عن شكل موحد للجمال يا أستاذ يوسف لا الدليل على كده أن الفترة الأخيرة ما بقاش هو ده الحاصل يعني الفترة الأخيرة يعني كان فيه حتى ميس كندا سنة 2013 كانت وزناها زايد وطلعت في الطاب تان وكان عندها في الآخر فانس كتير جدا دعموها ودلوقتي بقالوا أشكال مختلفة كتير للمسابقات لكن أنا بتكلم المسابقات المختلفة التانية الصغيرة مثلا المسابقات اللي بتتعامل للمتزوجات المتعامل لسكبار السن مش معناها أنه هو بتعمل مسابقاتها مش هي أنه هي بنقلل من قيمة الناس دي لكن هي المسابقة الدولية اللي هي ميس يونيفرس وميس وورد هي ليها طابع معين زي الشروط اللي هي بتنطبق مثلا في أي مهرجان أو أي احتفالية لازم يقفيه سن معين لكن خلاص موضوع النمط الشكلي أن الناس كلها يبقى لازم جميلات بشكل محدد ده مش موجود دلوقتي فهي الطابع الشخصي والثقافة هو اللي بيدغو أكتر طيب أنا حابة أشير مع حضرتك ولمشاهدين لصورة من الصور الجميلة الحقيقة اللي وإحنا بنحضر الحلقة شفناها وحبينا أن نعرضها لحضراتكم وهي مسابقة جمال اتعملت في أنجولا للسيدات اللي فقدوا أطرافهم بسبب الألغام أو بسبب قنبلة أو بسبب يعني مشكلة من النوع ده دي مسابقة عملت في أنجولا ويعني هي دي الصور زي ما بنشوفها مع حضراتكم من ضمن مسابقات الجمال اللي بتركز ربما على فكرة معينة فأنا يعني من المدخل ده يا أستاذ يوسف عايزة أسأل حضرتك على فكرة أنت بتقول أنه مش بس التركيز على الجمال لكن التركيز على الثقافة وعلى الشخصية وعلى الإلمان بالمعلومات العامة لكن هو الأساس الاهتمام بالإطار الشكلي الفيزيكل أنا مهتم بالشكل بعض الناس بتقول حضرتك أو بتقول على مسابقات الجمال أنها بتقدم معايير جمال مش وقعية اشتركوا في القناة